موسيقى زي ما بيقولوا كده بالانجليزي او رجع على الطريق الصحيح وصلاح مبارح سجل هدف وليفر بول كسب والدنيا حلوة والنهاردة في ماتشاط لكن الحقيقة يمكن جوز يعني كبير من حالة النهاردة لسه هيكون مرتبط بالمركاتو والمركاتو هنا او الكلام على سوق موسم الانتقالات مش بس مرتبط بموسم انتقالات الاهلي لكن الحقيقة مرتبط بشكل وطبيعة موسم الانتقالات اللي حصلة السنة دي وكأن الحقيقة يمكن واحدة من الحاجات اللي لافت نظري بشكل كبير جدا فيما تعلق بجزئة الجمهور يعني احنا تكلمنا معاكم في السادسة كتير جدا في الجزئة دي وانا تمنيت وقد كان الحقيقة يعني من قبل او من اخر او اخر الموسم اللي فات وانا بتكلم على انه كل الناس بتكلم على انه الاهلي محتاج صفقات كتير الاهلي محتاج دعم كبير في الموسم الحالي وانا كنت بتمنى وراهنت وراهاني الحقيقة الحمد لله طلع كسبان انه احنا محتاجين الكيف مش الكام وعلى الرغم من ان انا ركست عن النقطة دي وكلمت فيها مع حضراتكم كتير جدا وقلت انه انا افضل بالنسبة لي انه الاهلي يجيب اتنين او تلت صفقات من العارة التقيل من الكواليتي اللي مش موجودة مش في مصر مش موجودة في افريقيا الموسم اللي جاي لانه انا سقف المنافسة بالنسبة لي وسقف الطبوح بالنسبة لي ابدا مش الدوري المحلي ولا الكاس في مصر انا عندي يقين انه الاهلي بالسكواد بتاعه قبل اضافة اي اسم لو السكواد ده في حالته لو السكواد ده استعد بشكل طبيعي يقدر ياخد بطولة الدوري وبطولة الكاس بفارق كبير جدا عن اقرب المنافسين لكن كان هدفي وكان عيني رايحة اكتر على المنافسات القرية والمنافسات العالمية كلام هنا على بطولة الدوري الابطال وكلام هنا على مشاركتنا في كاس العالم الصفقات اللي ممكن تعمل معاك فارق على الرغم من الحقيقة انه نفس السكواد اللي حنتكلم عليه هو اللي قدم افضل واهم عروض لعبها النادي الاهلي محليا وخارجيا يعني سكواد الاهلي قبل ما نشوف صفقات الموسم الجديد هو اللي لعب قدام بالميراس وكسبو وهو اللي لعب قدام الهلال وكسبو هو اللي لعب قدام مونتري المكسيكي وكسبو وهو اللي لعب قدام الدحيل القطري وكسبو هو اللي خذ السوبر على حساب نهضة بركان وعلى حساب الرجاء وهو خد بطوط أفريقي على حساب الزمالك وعلى حساب كايزة شيفز وهو اللي كسب الوداد رايح جاي وهو اللي كسب الترجي رايح جاي يعني السكواد الحقيقة ما أصرش في حاجة وبالتالي لما تيجي تدعم النهاردة بصفقتين أو بتلاتة أو باربع صفقات سوبر عيار تقيل أعتقد ده يصنع الفارق ده من ناحية الكيف من ناحية الكم بقى تعال نتكلم هو أنا النهاردة لما أقول صفقات جديدة مثلاً رونو سافيو شادي حسين وصفة ميسي ما أقدرش أحط معاهم في نفس الخانة حتى وإن كانوا محسوبين على سكواد النادي لأهلي السنة اللي فاتت ولكنهم كانوا مش موجودين أو كانوا غيبين لأسباب مختلف وجود أو رجوع كهرباء مرة تانية ما يعتبرش واحدة من الصفقات الجديدة مشاركة أكرم توفيق رجوع عمار حمدي ما يعتبرش صفقات جديدة عودة لعب وعد جداً جداً كان في بدايته متقلق ونجح تجربة حتى عارضه للخارج زي محمد مغربي ما يعتبرش صفقة جديدة فكرة أو مشاركة أساساً عدد كبير جداً محمود متولي لما الحقيقة يمكن كان غيب لأكتر من موسم وكل جماهير النادي الأهلي كان بتقول فين متولي عايزين متولي محتاجين متولي ورجع الموسم الآخرين يفنش بشكل كويس جداً يخليك تستبشر وتتفاق الخير بمشاركته مع الأهلي الموسم اللي جادة ما يعتبرش صفقة جديدة يعني ده لو حسبناها لو الناس اللي عايزة تحسبها من ناحية الكام وأنا في واحدة من الحلقات هنا بس عشان وقت حلقتنا النهاردة يعني ما يسمحش أن أنا أعود أكرر ده مرة تانية هتنتى الورقة والقلم وقعد أحسبها هتلاقي لأهلي عنده ثلاث فرق تقدر تشارك بأي فريق فيهم في أي مسبق في كل المراكز اللي أنا أستسني مركز يمكن مركز أو اتنين اللي يكون فيه اتنين لعيبة على نفس المستوى على نفس القدر من الإمكانيات والأهمية فيما عدا ذلك مفيش ده فيما يتعلق بكلامي مع جمهور الأهلي فيما يتعلق بكلامي مع وسائل الإعلام أنا عندي كلام كتير الحقيقة عندي كلام كتير جدا لأنه حاسس أنه وكأن فيه محاولات لفرض وصاية محاولات فرض وصاية عن نادي الأهلي فيه أسئلة الحقيقة ملهاش معنى ولا لون ولا طعم ولا ريحة فيما يتعلق بصفقات النادي الأهلي مين لحق من أي حد مع كامل احترام والتقدير في أي وسائل الإعلام أنه يسأل النادي الأهلي بتجيب مين وتجيب منين وتجيب بكام مين لحق أنه يتدخل فيه قرارات واختيارات إدارة النادي الأهلي وأعتقد إذا كنا بنسأل عن الأسئلة المفترض أن نطرحها لابد أن نسأل الأسئلة من نوع تاني وأتمنى أنه فيه حد يبقى عنده الجرأة ويطرح الأسئلة دي مدومتم أنتوا يعني اتدخلتوا في أمور الأهلي خلينا نتكلم بشكل مفتوح خلينا نتكلم بمنطقة الصراحة والوضوح وأتمنى أنه يكون فيه حد عنده الجرأة أنه يطرح الأسئلة دي ويتلقى عليها إجابات مين النادي اللي في مصر مين النادي المصري غير النادي الأهلي اللي بيحقق نشاط كرة القدم عنده مكاسب مالية فين اسم النادي اللي في مصر اللي نشاط كرة القدم عنده من بيع وشراء اللاعبين من جوائز البطولات والألقاب اللي بيحققها من عوائد البث التليفزيوني من عقود الرعاية أنا عايز أعرف مين النادي اللي في مصر اللي ميزانية نشاط كرة القدم عنده تسمح له أن يحقق ما كاسب قبل ما نتكلم على الميركاتو وطلع لي منهم فكرة أن الأندية المديونة لعليها ديون أو أحكام قضائية ديون للعبين ديون لمديرين فنيين ديون لاتحادات كرة يعني أنا بتكلم على ميزانية صافي الأرباح تسمح له بإجراء ميركاتو على أعلى مستوى زي ما احنا بنشوف النهاردة الآن دي بتعمل خمستاشر عشرين تمنتاشر صفقة ملعارة تقيل ماذا لو ده السؤال التاني ماذا لو ماذا لو تم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر كيف سيكون شكل وسم الانتقالات السؤال التالت وده الأهم هل يجرؤ أي مسؤول في اتحاد الكرة أنه يجاوب على هذا السؤال لماذا لم يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في مصر حتى الآن تلات أسئلة إذا كنا غيرين قوي على مصلحة الكرة المصرية إذا كنا بنفتش في الملفات وفي السنديق المغلقة اللي مش لقين عليها إجابات علينا أن نحن ندور على إجابات للأسئلة دي بمنتهى البساطة وساعتها نتكلم بقى عن الأندية في مصر بتصرف كام على انتقالات مصادر الأموال بتاعتها إيه تجيب منين وتجيب مين وتدفع كام يبقى حق مشروع لجميع الأطراف عندي كلام كتير بس خلينا عشان وقتنا ما يخدناش نروح لأهم الأخبار والعنوين في حلقة النهاردة البداية مع الأهلية ومحاضرة فنية للعب الأهلي وفقرات بدنية متنوعة في التدريبات كولر يمنح برونو سافيو تعليمات ومهام جديدة في ميران الأهلي فرسيتا وعمار حمدي واصلان برامج التأهيد ربطة الأندية تقرر إجراء قرعة الدوري 9 أكتوبر ويد الأهلي يفوز على الترجي وتصدر مجموعته في بطولة إفريقيا للأندية فرقتين يلعبوا مع بعض يعني فرقتين في الأهلي يلعبوا مع بعض وبص شوف كواليتي اللعيبة اللي ممكن تبقى موجودة كأوراق ربح لو حطينا الشناوي قدامه علي لطفي لو حطينا عبد المنعم مع ربيعة متولي مع ياسر إبراهيم لو حطينا في ناحية الشمال علي معلول في ناحية الشمال أيمن أشرف لو حطينا محمد هاني في ناحية اليمين أكرم توفي في قلب الملعب نحط مثلا حمدي فتحي أو خلينا نحط في الجنب اليمين هاني وكريم فؤاد بصراحة كريم يستاهل نحط في قلب الملعب أكرم توفي مع أليو ديانج ونحط من ناحية تانية حمدي فتحي مع السلية نحط قدامه لتنين دول محمد مجدي أفشا ونحط قدامه لتنين دول برونو سافيو نحط في ناحية الشمال جناح الشمال أحمد عبدالقادر وفي الجناح اليمين محمود عبد المنعم كهربا ونحط في القلب مثلا نقول محمد شريف ناحية تانية نحط حسين الشحات ونحط طهر محمد طهر ونحط في القلب مثلا حسن حاسا وعندنا شدي حسين عندنا محمد محمود عندنا عمار حمدي عندنا محمد مغربي عندنا محمد أشرف عندنا كوكا عندنا رقفة خليل عندنا عندنا اسماء كتير تانية أنا ما قلتهاش عندنا ميدو نبيل يعني أنت بتتكلم وعندنا مصطفى شوبير أنت بتتكلم على أن سكواد لو عملت لو قدرت تنجح في أنك أنت قبل ما يبتدي الموسم تجيب صفقة أو اتنين واحدة فوق واحدة تحت على أعلى مستوى أنت عندك سكواد حجم المنافسة بس جوة السكواد ده هيطلع من اللعيبة ومن الجيل اللي انتوا شفتوه بيكسر أفريقيا ويدغدغها على كل الفرق اللي لعبنا معهم من الثلاث سنين اللي فاتوا فرقة تانية حقيقة على ده أنه لأول مرة الفرقة دي رجالة دول ياخدوا راحة من ثلاث سنين راحة سلبية وأول مرة أول مرة من ساعة لما فيلر مشي النادي الأهلي يبقى عنده فترة إعداد أنت آخر مرة شفت فترة إعداد للنادي الأهلي إمتى من كم موسم آخر مرة اللي عيبة دي ريحت خدت فترة راحة سلبية كانت إمتى شافت بيتها شافت شمت نفسها فصلت من التفكير ومن الضغط المستمر بطولات وراء بطولات وراء بطولات وضغط جماهيري وضغط إعلامي وسوشال ميديا إمتى يعني إذا كان لي أن أنا أقول كلمة لحضراتكم نصبر شوية الأهلي ما بيتحركش مع الطيار الأهلي بيتحرك بياخد خطوات دايما محسوبة وأعتقد أنه التدعيمات اللي تمت تمت بشكل جيد جدا كل اللعيبة الحقيقة اللي جات تقدر ترهن عليهم بشكل كبير شادي ورقة كنت أتمنى أنا شخصيا أنها تيجي بدلت شوية عن الموسم ده رونو سافيو أنا لسا ما شفتوش في الملعب أنا ما بحكمش على اللعيبة من الفيديوهات أنا ممكن أي اللعيبة في مصر أعملك ليه فيديو تلات أربع دقائق تقول ده خليفة ميسي ورونالدو لكن في النهاية ليه الملعب لكن كل الأراء اللي جاية وكل الناس اللي شافت دونو سافي بتقولك لا وماشى ومش موجودة أساسا في الدولة المصرية مصطفى ميسي يعني كل الناس بتقولك الولد ده مستقبل الولد ده إمكانيات وحكاية يعني هتتفرجوا عليها ومع المنافسة خد بالك اللي بيجي الأهلي انت كنت جايب لعيبة كبيرة جدا 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 بقت من أهم من جوم في تاريخ الكرة المصرية جوم الأهلي محدش عارف عنهم حاجة أو مش محدش عارف عنهم حاجة كانوا خامهم مبشرة كان اسمه لعيب كويس يعني أبو تريكة لما جاي من الترسانة للأهلي صفقة تعرضت لانتقادات ده لعيب كبير في السن ده لعيب بطيء في الملعب وقل جمعة لما جي من غزة المحلة قالك مين وقل جمعة ده خد بالك اللعيب لما بيجي النادي الأهلي وبتبقى المنتالة بتاعته يعني جاهزة يقدر يوصل في الأهلي ويعدي في الأهلي المستويات اللي هو جي بيها أو اللي شدت لفتت الأنظار ليه بشكل كبير ولما اتدخل معهم الشباب الصغير كوكا وبغربي ومحمد عشرف ورافة خليل وبتدي خش في منافسة مع الكبار على فكرة منهم لعيبها أنا مش عايز أصلم حد فيهم عشان كبير مش عايز أقول أسماء بس فيهم اسمين تحديدا أنا راهن عليهم جدا 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 الموسم ده مش الموسم اللي جاي فيهم اسمين أراهن عليهم جدا الموسم ده لعيبة عندها كرة وعلى فكرة الولاد دول اللي يركزوا هيحجزوا مكانهم أساسي في منتخب مصر 26 كس العالم 26 لو وصلنا إن شاء الله كواليتي لعيبة على أعلى مستوى وأتمنى أتمنى إن شاء الله بعد ما يتقلقوا يتوهجوا وياخدوا الخبرة والتجربة مع الأهلي دورة الأهلي تسمح لهم بالاحتراف الخارجي لأن القماشة بتاعتهم بتقول إن هم يلعبوا في أفضل أنديت أوروبا دول صفقتين أنت مش حطيتهم في الحسابات على فكرة أنت معدي كده على اسمهم كده وخلاص لكن لو رحنا بقى جيبنا مش عارف واحد واثنين وثلاثة واربعة وأنا سألت لكم مبارح يعني ما كنتم بكلم مع ناس اللي بتتبعني في السادسة وعارفة أن أنا دايما يعني باخد ودي مع حضراتكم أنا سألتك مبارح طلع لي أربع خمس أسماء في الدوري تقول إنها لو جاءت الأهلي هتصنع الفارق إضافة بتعمل فرق مع سكواد النادي الأهلي صح بقوي وخصوصا في ظل المغالر رهيبة يعني أنت عارف لو إحنا لتابع حلقة مبارح إحنا كنا نتكلم على أرقام مش موجودة في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الألماني مش بقول لكم في بلجيكا وفي النرويج وفي الدنمارك وفي فنلندا أنا بقول لك على الدوري الإنجليزي ودوري الإيطالي والدوري الألماني ونجوم كبيرة على فكرة وفي أندية كبيرة عشان بتقوليش مثلا أنت بتقولي في إنجلترا نادي زي بورنموت مثلا ولا نادي زي شيفلد يونايتد لا أنا بكلمك على أندية كبيرة ما فيش الأرقام اللي بتطلب بقية النهاردة في اللعيبة المصرية إحنا بنقتل الحقيقة لعبتنا أو الأندية بتقتل فرص لعبتها ونقفل إحنا مش عارفين نصدر لعيبة للخليج مش لأوروبا أنت تلعم عندك اتنين لعيبة وطلعوا لأنه في توتر أو في خلافات أو في مشاكل كانت بينهم وبين إداراتنا ديهم ودي قصة ما تعنيناش لا من قريب ولا من بعيد لكن في النهاية ما كانش فيه طلب قوي على اللعب المصري حتى في أسوأ الخليج فبالتالي كان كويس قوي من نادي الأهلي أن يرفض المغالة دي حطينا عنينا على العيبة حطينا المقابل المادي اللي يتناسب مع مع آليات العرض والطلب هو الأهلي مش هيكبر حد على أنه يبيع له العيب بتمن هو مش عايزه لكن في النهاية سوء عرض وطلب ولا أنا مش قادر أوفره هنا في مصر بالتمن المناسب قادر أجيبه من بره بتمن أفضل بكتير على كل أحوال خلينا نروح لأخبارنا النهاردة زي ما قلنا طبعا تابرينا من كولر كولر ابتدى يشتغل بشكل كبير ويركز على تحفيز أدوار قبل مواجهة الاتحاد المونستيري يوم الحد طلع المونستيري المونستيري الاتحاد المونستيري يوم الحد ان شاء الله بإذن الله بالمناسبة يوم الحد هيبقى نفس موعد مباراة الددي لأهلي يوم 9 أكتوبر هو المعادل اللي حددته ربطة الأندية عشان تعلم فيه أو تجري فيه قرأة الدوري في الموسم الجديد اللي مفترض ان شاء الله انه يبدأ بعد مباراة العودة نحن نلعب العودة يوم 15 الدور يبدأ يوم 18 أكتوبر إن شاء الله بإذن الله ويمكن في تمرينة النهاردة كولر كان بيشتغل بشكل كبير مع كل لعبة على حدة وكان فيه اهتمام كده يعني ده اللي شفناه أو اللي وصلنا من تمرينة الأهلي ببرونو سافيو وقف معه كتير كلم معه كتير اداله توجيهات معينة وعلى فكرة برضو بدنيا سافيو بيتم تجهيزه بشكل طبعا بيتمرم مع الفرقة لكن بياخد جرعة إضافية يعني كنت بكلم برح على إنه الراجل مهتم جدا بالكهرباء وعمل له برنامج بعد ما بيتمرن مع الفريق فيه برنامج خاص بيتم تنفيزه لمدة تقريبا 30 دقيقة بعد انتهاء الميران وسافيو نفس الحكاية برضو بميستر كولر حاطط له برنامج منفرد بحيث أنه بعد ما يخلص التمرينة بيشتغل على حاجات تخصصية يعني مدي له فكرة إنه بيجري زيادة شوية عشان يرفع مستوى الأقل بدنية عمله بعض التمنيات بالكرة مركز معه بشكل كبير جدا على إنه يشوت من بعيد حطط له الكرة في مناطق بعيدة شوية على المرمى وبيمرنوا على إنه التزديد عن بعد وده يمكن يكون مرتبط بالمركز اللي بيفكر مستر كولر إنه يوظف فيه برنامج برسيتاو عمار حمدي برسيتاو خدنا منه نص موسم جايد جدا عمار حمدي يعني محدش يختلف في مصر على إنه كواليتي يعني عالية جدا عمار الحقيقة من الولاد اللي حظوهم كان وحش مع الإصابة زيه زي محمد محمود بالظبط وكمان حط مهام أكرم توفي لأنه أكرم كان وصل لفورما قبل الإصابة صعب أي حد في مصر يقعده صعب فإن شاء الله بإذن الله تراهن على التلاتة دول برسيتاو الجهاز طبي يمدي له وقته بشكل كبير قوي عايز يطمن على شفاءه عشان إصابة يعني لقدر لما تتكرارش مرة تانية عمار حمدي إن شاء الله بإذن الله يرجع يبقى جاهز ورقه في منتهى منتهى الأهمية وأكرم توفي إن شاء الله إحنا شفناه يعني اتفرجنا الحمد واللي على في المعرب الأهم بالنسبة لي أنه وأكرم دايما من اللعيب اللي عندهم الروح واللعيب اللي عنده الروح ده تراهن عليه أنه يقدر يرجع بسرعة فإن شاء الله التلاتة يكونوا جاهزين في الموسم الجديد بسرعة نروح ليد الأهلي وبسكة الأهلي اكتساح اليد أو فريق اليد الأهلي لفريق الترجي التونسي في بطولة أفريقيا بنتيجة 28 و21 والمباراة دي كانت بتلعب في ختام مباراة الدور الأول من بطولة أفريقيا الأندية الأبطال اللي بتصدفها بالمناسبة تونس عشان بكده يكون حق الأهلي العلامة الكاملة في مجموعته ويتصدر المجموعة وينتظر في الدور التالي طبعا المباراة المقبلة فاز في الأربع مباراة اللعبها ويمكن من اللحظة أو من بداية المباراة سيطر الأهلي على المباراة جملة وتفصيلا ونجح أن يوسع الفريق مع الترجي على مدار اللقاء لغاية لما انتهت النتيجة لصالح الأهلي بنتيجة 28 و21 وهي نتيجة كبيرة جدا مع فريق من كبار أفريقيا الترجي واحد من أهم وأكبر أندية أفريقيا على مستوى كورت اليد ويمكن كان فيه في المدرجات زي ما انتوا شافين عدد من جمهور النادي الأهلي اللي حضر المباراة عشان يساند الفريق مش بس بطولة أفريقيا ليد لكن كمان بطولة أو البطولة عربية الكورت السلة الفريق الأول لكورت السلة في النادي الأهلي عامل ريكورد افتتح مشواره في البطولة عربية الأندية اللي بتصدفها الكويد بالفوز على فريق الميناء اليمني عرض قوي جدا وسكور عالي جدا نجح طبعا دولتر هوتش طبعا نجم سلة الأهلي والمباراة تهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 132 مقابل 53 عشان يحقق نادي الأهلي أول فوز له في مشواره وفي البطولة طيب أخبار لعبتنا المحترفة إيه زي ما تعودتوا كل يوم أربع الجي بي أس معنا في السادسة بس بعد ما نروح للفاصل السريع لا قبل الفاصل لقطتين حاجب نهلكم النهاردة هعرضهم على حلاككم بسرعة عبدالله شتعرفوا أنه الأهلي أسلوب حياة وأنه الأهلي حاضر حتى في أهم وأعظم اللحظات اللي بيمر بيها بشكل شخصي يعني لأي واحد في الدنيا أنه يدخل الأهلي أو أنه الأهلي يكون حاضر فيها تفهم وتعرف يعني إيه الأهلي بالنسبة لجمهوره أسلوب حياة تعالوا نشوف عبدالله عبدالسطار مشجع أهلاوي في حفل تخرجه عمل إيه ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مش غريب على الأهلوية اللي جوة لكن اللي كان غريب بجد بالنسبة لي هي مكالمة تليفون استقبلتها من يعني حد أعرفه بيعمل في مجال السياحة مرشد سياحي أسباني وبدأتوا بيكلمني بيقولي أنا معي جروب من المكسيك وفي منهم شاب جاي مصر عشان نادي الأهلي قلت له ده احنا معلمين عليهم في كاس العالم جاي مصر عشان الأهلي قال لي أوه الله ده جاي وعايز اشتري التيشرت بتاعت النادي الأهلي أجيب هلو منين فقلت له أنا عايز عرف قصته فهو الحقيقة سجل له فيديو كده يعني يكلم فيه عن نادي الأهلي هنشوفه ونرجع أقول لحضراتكم كان بيقول إيه في مكسيكو أنا مصر عشان الأهلي لأهلي 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 ملعبش في المكسيك الأهلي يمكن ارتباطه بالمكسيك كان من خلال مشاركات مختلفة أو لقاءات مختلفة في بطولة كاس العالم فكرة أنه يبقى ليك مشجع أو قاعدة جماهرية بنشوف ده بيحصل مع الأندل كبيرة النهاردة فيه جماهير لباشتونا فيه جماهير للمان يونيتد في مصر فيه جماهير بتشجع ريال فيه جماهير بتشجع ليفر فيه جماهير بتشجع الباين لكن إنجازات الأهلي أنها توصلة وأنه يبدأ يكون ليه قاعدة جماهرية ليه عشاء ليه محبين ليه ناس بتفضلوا بتعتبرها أو بتعتبروا النادي المفضل على مستوى العالم بعدنا دي هو اللي بيشجعه في المكسيك دي ممكن تبقى حاجة جديدة علينا وده ما كانش ممكن يحصل أبدا إلا لو كان فيه إنجاز حقيقي إلا لو كان فيه قناعة حقيقية أنه أنا كمشجع مكسيكي مثلا محتاج أشجع أو أشوف أو أتابع أو أجي مصر عشان أشتري تيشرت النادي الأهلي وأشجع النادي الأهلي اللي أنا بحبه على بعد آلاف الكيلومتر تفاصل بقى ونرجع لكم مع جي بي أس المحترفين المصريين تعالوا ناخد جولة سريعة جدا مع الأسبوع ده بالنسبة للاعبين المصريين المحترفين في الخارج ومبارح طبعا طبعا نجمنا محمد صلاح وتقلقه مع ليفر بول في مواجهة رينجز الإسكوتلندي في بطول الدولي الأبطال وتسجيله لهدف من هدفين سجلهم ليفر بول لهدف ثاني كان طبعا الترنت أليكسندر أرنلد نروح لصلاح لشارك في فوز الفريق مبارح بنتيجة 2-0 في دولي أبطال شارك مدة تسجيل هدف كان ليه خمس محاولات على المرمى 48 تمريرة بنسبة تجاح أو دقة 83% صنع فرصة وحيدة لمراغة وحيدة سليمة تقييمه في المباراة 8.1 درجة وقيمة التسويقية مزالت عند 90 مليون يورو وحاليا طبعا يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط سام مرسي سام مرسي شارك مع فريقته فريقه طبعا في الفوز على بونموس بنتيجة 3-2 شارك في المباراة كاملة بمدة مشاركة 90 دي لمس الكرة 59 مرة تمريراته 43 بنسبة دقة 86 لعب خمس كرات طولية اتنين منهم نجحة أو محاولات نجحة محاولاته على المرمى كان ليه محاولة وحيدة مراوغاته اتنين نجح فيهم بنسبة 2% تحماته الأرضية 13 كسب منهم 9 خسل الكرة 8 مرات وأنقذ فرصة وحيدة تقييمه في المباراة 6.9 درجة وقمت التسويقية وصلت لـ 1.2 مليون يورو وإبس وتشتامن بيحتل حاليا المركز الثاني في الليج وان برصيد 24 نقاط من إنجلترا نروح لألمانيا نجمين المصري عمر مرموش المحترف في فولفوسبورج الألماني وشارك الحياة في مباراته الأخيرة أمام شتوتجرد ومباراة انتهت لصالح فولفوسبورج بنتيجة 3-2 شارك في المباراة لمدة 89 دقيقة وأحرز هدف من الثلاث أهداف اللي أحرزه فريقه محاولاته على المرمكة 4 لمس الكرة 38 مرة تمريراته 18 نسبة دفقة 67 في المية والتي باسز أو التمريرات المفتاحية واحدة على مدار المباراة وبداية جيدة لعمر مرموش في بداء في البونزيج السنة دي قدر يقطع 8 كيلو فيه على مدار الـ 89 دي أخصى سرعة عليكة 34 وطبعا الأحصائيات دي بتبقى خاصة بس بالدولي الألماني أخصى سرعة عليكة 34 كيلو متر في الساعة تقييمه في المباراة 7.4 درجة والقيمة التسويقية المربوش وصلت 6 مليون يورو بولفوسبورج حاليا في المركز 13 برصيد 8 نقاط من ألمانيا نروح لفرنسا أعتقد هنروح لفرنسا ونونت الفرنسي ومصطفى محمد اللي بيعاني فريقه الحقيقة في مشواره في الدوري يشارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تلقى فيها هزيمة أمام موناكو موناكو طبعا واحد من كبار الدوري الفرنسي يشارك لمدة 25 دي بس في المباراة ولمس الكرة 8 مرات لأربع تمريرات بنسبة تجاح 100% كي باسز أو التمريرات المفتحية 2 قس الكرة مرة واحدة وتقييمه أثناء فترة مشاركته 6.7 درجة والقيمة التسويقية لمصطفى وصلت 6.5 مليون يورو وننت حاليا في المركز الستاشر في الدوري الفرنسي في اللي جان برصيد 7 نقاط هنسي فرنسا ونروح لتركيا والبداية مع تريزي جي محمود تريزي جي الحقيقة شارك في مباراة فريقه الأخيرة بشكل كامل لمدة 90 دي وشارك في فوز فريقه على قيصري سبور بنتيجة 2-1 كان له أربع محاولات على المرمى لمس الكرة 60 مرة على مدار المباراة 41 تمريرة بنسبة نجاح 81% ثلاث تمريلات مفتاحية ست التحامات أرضية بنسبة نجاح أربعة بنسبة تقريبا 66% خسر الكرة 14 مرة وتقييمه في المباراة كان 7.4 والقيمة التسويقية المحمود حسن تريزي جي وصلت ل10 مليون يورو وفريقه حاليا تربازون سبور بيحتل المركز الخامس برصيد 16 نقاط هنفضل في تركيا لكن هنروح لكوكا أحمد حسن كوكا النجب المصري اللي بيعود مرة تانية للدوري التركي لكن المرة دي مع علانيا سبور شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي اتعادل فيها أمان جيرسون سبور بنتيجة 1-1 وشارك أو لعب المباراة كاملة لمدة سين دي كان له ثلاث محاولات على المرمى إهدار فرص مؤكدة فرصة وحيدة لمس الكرة 34 مرة تمريلاته 23 بنسبة دقة 83% خسارة الكرة 8 مرات والقيمة التسويقية لكوكا وسط 3 مليون يورو وأرانيا سبور بيحتل حاليا مركز 11 في الدوري التركي برصيد 9 نقاط السعودية وتحديداً اتحاد جدة والنجم المصري الأول في صفوف اتحاد جدة هو أحمد حجازي اللي طبعاً شارك في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام النص واللي تعادل فيها اتحاد جدة سلبياً شارك المباراة بالكامل 90 ديئة إدن ينقص فيها 8 فرص التحامات الهوائية كان التحامين نجح فيهم بنسبة 100% تمريرات 30 بنسبة دقة 67% الكرات الطولية 13 نجح في 6 منهم لمس الكرة 43 مرة وتقيمه في المباراة 6.9 درجة والقيمة التسويقية 3.5 مليون يورو تحاد جدة يحتل حاليا المركز التالت في دوري السعودي برصيد 11 نقطة طارق حامد المنتقل حديثاً للدوري السعودي طارق شارك في نفس المباراة الحقيقة في مواجهة النص والتي انتهت برضو بتعادل سلبي أكيد طبعاً لكنه شارك لمدة 43 دقيقة وسبب الخروج هو الطارد اللي احنا يمكن استعرضناه مع حضراتكم من بارح واللي كان الحقيقة طارق حامد مسالم جداً فيه في تقبل قرار الحكم وخرج من الملعب مباشرةً لمس الكرة 14 مرة تمريرة 12 تمريرة بنسبة دقة 83 خاصل الكرة مرتين التقييم 5.6 درجة والقيمة التسويقية 900 ألف يورو وبالمناسبة وبالمناسبة الطارق وأنا أتمنى له كل الخير وكل التوفيق أي لعيب مصري برا أنا أتمنى أن أشوف 100 ولا 200 لعب يلعبوا في ملاعب خارج حدود مصر طارق حامد شارك في 6 مباريات مع اتحاد جدة واحدة ودية وخمسة رسمية اتطرت في مباراتين منهم والكلام عن السؤال اللي طرحته على التحكيم المصري وعلى هيبة التحكيم المصري وعلى قبول اللاعبين المصريين لقرارات حكم الساحة بدون أي نوع من الاعتراض دي كانت جولتنا في ملاعب العالم ودي كانت أخبار محترفين المصريين كلام على المواجهات النهاردة في التشامبيونز ديج عندنا مواجهتين ناريتين وكلام طبعا على مواقف المجموعة اللي اتلغبطت كل الحسابات اتلغبطت هيكون ديوفنا خالد عامر وفاروق عصام في السادسة بعد الفاصل مباشرة وإحنا بنتبه في التشامبيونز ديج فرق كبيرة جدا راحت حيث لا ندري ولا نحتسب ومش قادرة ترجع مرة تانية وفرق جديدة ظهرت على الساحة وبقت بتنافس وبقت بتحقق ألقاب وبقت موجودة في المشهد هل القصة مرتبطة هنتكلم طبعا على مطشط المباشر هنتكلم على مطشط النهاردة لكن هل القصة بقت النهاردة مرتبطة بالاستثمار الرياضي هل الفرق اللي نجحت تجاربها الاستثمارية وتجاربها الاقتصادية في أنها تحطها على منصات التتويج قابلة كمان للتطبيع عندنا في مصر خلينا قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما نتكلم عن شامبيونز ليج نرحب بديوفنا اللي بيشرفونا في السادسة المتعلقين دائما فاروق عصام وخالد عامر بسأل خير وأهلا وسهلا بيكم بسأل فل إيه الخبار الحمد لله كلك بيس فاروق إزاك يا بحميد مبسوط دائما أن أنا بروبع معك عدير يا فاروق ربناي خليك طيب سؤال كبير قوي وسؤال صعب قوي بس خلينا نقول الأول فاروق من وجهة نظرك خريطة الكرة في أوروبا بما أنه أوروبا هي رول موديل هي المسألة الأعلى اللي إحنا دائما نحطين علينا عليه ونحاول نشوف الناس يتعمل إيه عشان نقلد هل شايف أنه فكرة الاستثمار في صناعة ورياضة كرة القدم غيرت من خريطة الكرة في أوروبا؟ أكيد طبعا أكيد إحنا لو دلوقتي بصينا على النادي المستحوز على البطولات في الكرة الإنجليزية هو نادي منشستر سيتي نادي منشستر سيتي لو رجعنا 15 سنة الورى هو كان نادي متوسط في انجلترا برضو في بداية الألفية النادي اللي كان بدأ يظهر على القريط هو نادي تشيلسي نادي تشيلسي في التسعينات والتامينات وكان نادي متوسط في انجلترا وكان نادي الطبقة السارية الموجودة في لندن أو في غرب لندن ونادي مرفع جدا غير مطالب بالبطولات وكان نادي وصل ticker فاعدة في لندن بالظبط لكن بطولات ما فيش بالظبط كان معاه لو حتى بصينا على منشستر سيتي كان معاه 2 دوري تشيلسي كان معاه دوري واحد بس قبل حقبة رومان إبراموفيتش وقبل الحقبة الإماراتية في مونشستر سيتي. وابتنى يجيبوا بقى فيالي وجيفرانكو زولا. وبداية الصرف وبداية الانفاق حتى رانييري. ومدربين بدأت التعاقد مع مدربين كبار جدا في أوروبا. على الجانب الآخر الدوري الفرنسي. نادي زي باريس سان جرمان. قبل الاستثمار القطري كان معاه 2 دوري فرنسي. حاليا 10 دوري فرنسي. وهو واحد من أكبر الأندية في أوروبا. مش بس في فرنسا. وده ناتج عن الاستثمار القطري وضخ الأموال بشكل جديد. دي مقارنة سريعة باباك. كنت تكلم على منشستر سيتي. بنتكلم طبعا على قبل وبعد. على اليمين ده قبل الاستثمار. على الشمال ده بعد الاستثمار. 2 دوري فقط. لكن حاليا نبص استحواز واضح لمنشستر سيتي على البطولات وهيمنى نتيجة الاستثمار وضخ الأموال بشكل جديد. العشر سنين اللي فاتوا منشستر سيتي هو بطل الأول. في آخر خمس سنين هو واخد أربعة دوري. ليفربول يا دوبك عافر وقدر ياخد خطف كده دوري. لكن غير كده فهو الهيمنى على رغم أن ليفربول برضو تجربة استثماري خالي. يعني ليفربول كان بعيدة عن منصات التتويق بقاله سنين طويلة. هو فريق كبير وواحد من أكثر الفرقة اللي واخده بطولة دوري أبطال أوروبا. لكنه بعد عن المشهد يمكن مع تجربة وتجربة ريدبيرد الشركة التي استثمارت في ليفربول. أعتقد برضو فكرة دخل استثمارات في نادي ليفربول ساهمت بشكل أو بآخر أنه يرجع خد شامبيوز ليج. خد بريمير ليج بقى موجودة على الساحة ومرشح دائما. أنا ما أعتقدش أن ليفربول هو نفس الكيس بتاعت منشستر سيتي عشان إحنا لما نقارن الاتنين ببعض ولمنقارن الكريتيريا اللي اشتغلت بيها الإدارتين. مش هنلاقيهم على نفس على نفس البيتج. بس تحت نفس العنوان؟ ممكن تحت نفس العنوان اللي هو بس لا ولا حتى تحت نفس خلينا نقوم بالأرقام. تمام. حلو الكلام؟ خلينا نقوم بالأرقام. ليفربول إحنا لو تكلمنا عن ليفربول هنتكلم أنه هو نادي عريق جدا خد بطولات كتير جي عمل شوية وبعدين رجع تاني بأربع أو خمس صفقات بفلوس كتير ولكن في الباقي كله كان قائم على فكرة المشروع اللي كنا نتكلم عنها المرة اللي فاتت. مانشستر سيتي مش كده اطلاقا. مانشستر سيتي تم الاستحوان. مختلف معك فاربعة وخمس أسماء دي. يعني بتكلم من الفين وستاشر لحد دلوقتي الفلوس اللي بدفعت هتتلاقي الدفع في فان دايك هتلاقي الدفع في محمد صلاح في أليسن بيكر في روبيرتو فرمينو في مع عشر أسماء في خلال عشر أسماء ماشي. خلي ماشيها عشر أسماء في نابي كيتا في تياجوالكنترا. يعني تمام تمام تمام. ما عنديش مشكلة في ده. بس هي برضو بتتكلم على في حقبة ثمان سنين أو في فترة ثمان سنين عشر أسماء اتصرف فيهم فلوس كتير قوي. غير انه نادي منشستر سيتي تم الاستحواذ عليه سنة الفين وتمانية مقابل متين وعشرة مليون استحوذ على تسعين في المية فقط. وبعدين أضاف فلوس إضافية عشان يستحوذ على العشرة في المية المتبقين. طيب ما تيجي في عجالة كده. نتكلم على ان المسم الأول بعد الاستحواذ انفق سبعة وسبعين مليون المسم الأخير قبل الاستحواذ انفق سبعة وسبعين مليون يورو. المسم الأول بعد الاستحواذ اتضبل مية سبعة وخمسين مليون يورو. وبدأنا نشوف أسامي زي مثلا نايجل دي يونج. زي روبينيو من ريال مدريد. زي كريج بيلامي اللي كان ساعتها نجم كبير. شون رايت فليبس. وين بريدج. فينسنت كامبني. طيب المسم اللي بعده على طول. نتكلم على مية سبعة وربعين مليون. جاب فيهم كارلوس تيفيز. أدي بايور. لسكوت جارثباري. كولوتوري. باتريك فييرا. دي كلها كانت التحضيرات. أول سيزن. 2010-2011. اللي حصل فيه على لقب الدوري. أو ده كان اللي بعد كده على طول. هيحصل فيه على لقب الدوري. جاب. تخيل. احنا كنا نتكلم على ليفر بول. جاب عشر صفقات في ثمان سنين. في عجالة جدا. عشر احداشر. جاب جيكو. ياياتوري. بالوتالي. ديفيد سيلفا. كولاروف. ميلنر. جيرومي بواتينج. المسم اللي بعده على طول. هل تحسب ميلنر نجم علينا؟. ساعتها كان نجم. لا لا. ساعتها كان نجم. بقى د ديفيد سيلفا. ساعتها كان نجم. 11-12. السيزن اللي خدوا فيه الدوري. بعد أربع سنين من الاستحواذ. طب وصلت النودة. انا مش قادر اكمل مركاته. لا لا لا. انا مش اكمل كله. انا بكلم على أول بطولة. انا هو اجويرو. انا بكلم على أول بطولة حصدوها بعد الاستحواذ. كان بعد أربع سنين. موسم 11-12. انفقوا فيه 91 مليون يورو. كانوا اجويرو سامير الناصري. جايلكليتشي. اوينهارد جريف. ده ليه؟. لان احنا هم وصلوا هنا. أربع صفقات بس قابلنا الدوري. بس ده عشان كان عندنا أربع سنوات سابقة. بنصرف 147 و 157. فلا. مقدرش احط. طيب. حاجيلك في مقارنة. حاجيلك في مقارنة. حاجيلك في مقارنة أصعب. سأروح لفاروق الأول. طب ما انا قدر ايس على نفس الكلام اللي بيتكلم عليه. قدرة على الاستثمار وقدرة على الانفاق. فبرضو هفضل في منشستر. بس المراد يروح لليونيتي. وهم صرفوا يعني فلوس مثال تيلة. صرفوا كتير جدا واستخدموا على مستوى الأجهزة الفنية على مستوى الل اللاعبين. أعلن جون في العالم. ورغم كده ما قدروش انه هم يوصلوا مثلا لتتويجات. او يحققوا لقب تشامبيوز ليج. او يحققوا لقب بريمير ليج. رغم برضو انها تنطبق على نفس المعايير إنجاز التعبير. فإيه الفرق هنا. وازاي بنفصل او ازاي نقدر نحد اذا كانت تجربة نكحة. او لانها في النهاية مش مرتبطة بالقدرات المالية فقط. هسمع اجابتك بس. بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. واحنا بنناقش مع بعض دلوقتي في اقتراحات تطوير رياضة كرة القدم. هسا يا رجل هو. هسا يا ربنا نقود من رجله. لا والله كنت ما تكلم معهم في حاجة مهمة جدا إنه لو 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 انتهت مطشاط في التعادل هنا في الدوري نلعب أو ينلعب دربات جزاء الفريق الكسبان ياخد مثلا نقطتين والفريق الخاسران ما ياخدش حاجة عشان نلغي فكرة الدفاع على النقطة دي. يعني لازم يبقى له حل زي ما كان بيحصل في حاجات تانية. او الفرق الدفاعية اللي ما بقاش في تصوبات على المرمى مثلا. المدى 45 دقيقة أو 50 دقيقة في الخلال المباراة ينسل منها نقطة تتعاقب بغيابات معانا أو عقوبات مادية. موضوع ده برضو ممكن نزود الكرة الهجومية. في كيسة أنك بس تخلق حاجات تشجع الكرة الهجومية شوية. أنا كنت لسه أعايز أقول على ده. الاتحاد الأوروبي لكرة اليد غير قانون البينيلتيز في حالة التعادل لهجمات مرتدة. إنه الجون بيلعبه خمسة وخمسة خمس شطات وخمس شطات. بس مش مش من الاسبوت لا هو بياخد الكرة من نص ملعبه ويطلع يجري كأنه راح بهجم مرتدة ويشوت والجون يحاول يسوت بس يشوت من بره التسعة. موضوع الانفراضات اللي كان بيتطبق في الدوري الأمريكي بدل ضربات الجزاء. اللعب كان بيروح بالكرة من نص الملعب انفراد على الحرس وجه الوجه. أنا شايف أمتع بصراحة من ضربات الجزاء. وفي أفكار كتير بسيطة العين نعمل فقرة مرة كيف نطور صحيح الكرة. كون عايزين نلغي القانون الأوف سايد نكبر الملعب ونخلي القاود بلتلعب الرجل مش باللعب زيادة. طيب خلينا نروح لواحد من ديوفنا النهاردة في السادسة هيكون معنا أنطانيو وليفيرا. ده مدرب حراس مرمى نادي ليل. ونادي ليل حقيقة تجربة مهمة جدا جدا جدا. مش بس عشان قدر يكسب الدوري على حساب البي أش جي في عز قوته. لكن الحقيقة كمان عشان ليه تجربة ونحن نتكلم على استثمار دوقتي. لك أن تتخيل ودي معلومة فجأتني أنا شخصية. أنه نادي ليل هو أكتر نادي على مستوى أوروبا. حق أرباح من عمليات بيع وشراء اللعيبة في العشر أو الثمان سنوات الأخيرة. من 2013 تحديدا لغاية يومنا هذا. نكلم على 300 مليون يورو. خلينا نستقبل أنتونيو فريرا مدرب حراس مرمى فريق. ليه سيكون معنا من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا كل شكر لك على مشاركتك معنا في السادسة. وأهلا بك في قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. أنا مصرور جدا لأشارك معكم للمرة الثانية. أنا مصرور جدا لدعواتكم للمشاركة على قناة الأهلي. ليعبر عن أرائي وأبدي أي أراء خاصة بكرة القدم في وقت الحياة. أنا أبدأ معك بملف حراسة المرمى ومن خلال متابعتك للدوري الفرنسي بشكل خاص. والدوريات الخامسة الكبرى بشكل عام. مين أكتر حراس لفتوا نظرك؟ وهل في أسماء كانت متوهجة أو متقلقة في المواسم الأخيرة؟ ابتعدت عن الأضواء وظهرت بدلها أسماء جديدة؟ أهم الأسماء من وجهة نظر أعطونيو فريرا؟ نعم. أعيد السؤال مرة أخرى؟ لدينا حراس مميزين حول العالم الآن في الدوريات الأوروبية. وليس فقط في الدوريات الخامسة الكبرى. بالطبع لدينا في إنجلترا لدينا إيدرسون، لدينا أليسون، لدينا بيكفورد، لدينا حراس مميزين. والأمر ينطبق كذلك على باقي الدوريات الأوروبية. بالطبع لدينا حراس مرمى رائعين، ولكن في الدوريات الخامسة الكبرى لدينا أفضل، لدينا دوناروما الآن في فرنسا. واحد من أفضل حراس المرمى في العالم هو حارس مرمى شاب، ويؤدي مستوىات عالية هذا الموسم. وبالطبع يستطيع أن يلعب في أكبر الأندية في أوروبا. أعتقد أن دوناروما من أفضل حراس المرمى هذا الموسم. وأعتقد حينما رأيت مستواهه عن قرب فرنسا، أستطيع أن أقول أنه حارس مميز. ولكن لدينا أيضا في إسبانيا، لدينا تيبو كورتواء، هو رقم واحد في العالم هذا الموسم. هو أظهر كفاءة عالية، واستطاع أن يصل بفريقي إلى البطولات. أعتقد لا أستطيع أن أصنفها رقم واحد ورقم اثنين، ولكن تيبو كورتواء الآن، حينما تفوز ببطولة، فبالطبع تكون مرشحة لتكون أفضل حارس، وتكون الأفضل في العالم. ولكن لدي خمس أو ست حراس، أستطيع أن أقول أن وسط هؤلاء الحراس، منهم من يكون رقم واحد. بالطبع لدينا كورتواء، لم يكن بهذا المستوى من قبل، كورتواء الآن يقدم مستويات مميزة. الفريق الآن يعتمد عليه اعتماداً كلياً، يحتاج ليستمر لأعوام لعام أو عامين مرة أخرى لليوت بتجادرتها عاماً بعد الآخر. ولدينا أيضاً حراس جيدين في بطولات أخرى، ولكن، نذهب إلى البطولات الأخرى تحديداً وسألك على بدايات دور المجموعات في الشامبيونز ليج، من الحارس اللي لفت نظرك؟ حارس الموهبة الصعيدة أو المفاجأة أو حسان إسود من روكة نظرك؟ من أكثر حارس صاعد لفت نظر أنتونيو فريرا؟ نعم، والسؤال صعب، أعتقد أن حارس مارما بورتو يقدم مستويات، هو حارس شاب، ويقدم موهبة برتغالية كبيرة، يقدم أداء مذهلاً، هذا الموسم أنا أحبه كثيراً، أعتقد أن هذا الموسم مهم جداً بالنسبة له، هو موسم مهم في رحلاتي، سيكون موسم يحدد مصيره بالانتقال لنادي كبير، أنا أحبه على المستوى الشخصي، وأعتقد أنه سيكون من أفضل حراس العالم في وقت ما، وأيضاً أنا عملت معه من قبل، ولدي أيضاً أناتلي، أنا عملت معه أيضاً، أعتقد أن الآن الموقف بالنسبة لحراس مارما، حارس مارما شاختار، أناتلي، هو الموقف الصعب له، لكن الحارس مميز هو واحد من أفضل حراس، أنا دربته بنفسي، أعتقد أن في المستقبل سيكون واحد من الأفضل كذلك على مستوى العالم، ولدينا الكثير من الحراس المميزين، لا أستطيع أن أقول أنهم الأفضل الآن في العالم، ولكن في المستقبل هؤلاء الحراس سينتقلون لأفضل الفرق، وينفوزون بأكبر مطلعات حول العالم، أناتلي وأيضاً ديوغو، سينتقلون بالطبع، نحن بس عندنا سؤال بخصوص مايك ماينان تحديداً، بطل الدور الفرنسي مع ليل، بطل الدور الإيطالي مع أسي ميلان، من أبرز المرشحين للانضمام، أو أنه يبقى الحارس رقم واحد فيه منتخب فرنسا، من وجهة نظره كان مدرب، وهو كان المدرب بتاع مايك ماينان، وهو سبب فيه التطور الكبير في مستوى اللي وصل له ده، وهو بالنسبة لي تاني أحسن حارس مرمى في العالم، بعد تيبو كورتوى، طيب، مايك ماينان أضفها لأسي ميلان، ما كانش دوناروما بيعملها؟ أعتقد أن لافونتي هو حارس مرمى مميز، وأعتقد أنه موهبة كبيرة، أعتقد أنه انتقل منذ عدة سنوات، أعتقد أنه من حينها يقدم مستويات رائعة، هو يتميز بأنه حارس شاب، يستطيع التأقل مع طرق اللعبة المختلفة، لديه مهارة مختلفة عن باقي حراس المرمى، المدارس تختلف بالطبع، هو من مدرسة مختلفة عما يقدمه دوناروما، أعتقد أن هذا الموسم بدأ بداية جيدة، هو موسم رائع بالنسبة له، الأمر لا يتوقف على ذلك، ولكنه سيكون من أفضل حراس المرمى في العالم، لم يكن واحداً من أفضل خمس حراس في العالم، بالطبع، وهو كان مرشحاً لحراسة باريس سان جرمان ومانشستر سيتي، لننتظر ونرى ماذا سيفعل هذا الموسم، ونرى خطواته القادمة، إذا كان لديه القدرة على لعب في الأندية الكبيرة في المستقبل، ولكن من الممكن أن نراه، كما قلت، هو حراس مرمى شاب ولديه المهارة، ولديه الأداء الجيد كذلك، ولديه الثبات في الملعب، فهو حراس مرمى شاب؟ نرى دلوقتي، هناك سؤال بخصوص الأساليب التقنية الحديثة في مجال التدريب عموماً، ودخلها مجال تدريب حراس المرمى، نرى يان زمر وظهوره، مرتدي نظارات سوداء، تقول إن هي تزود رد الفعل بالنسبة للحارس، فإيه هي الأساليب التكنولوجية الحديثة، اللي هو شخصياً ندخلها في تدريبات نادي ليل، وهي أحدث الأساليب اللي ظهرت التكنولوجية في مجال حراس المرمى، أو تدريب حراس المرمى، هذه النظارات التي ذكرت، لا تمد الحرس بالمزيد من المهارات والتقنيات، ربما تكون مفيدة أحياناً، لا أحب استخدام الكثير من الأشياء في التدريب، من الأشياء، أعتقد أن ممارسة كرة القدم تعتمد على كرة القدم، والتدريب على أرض الملعب، بالطبع هذه النظارات وهذه الإمكانيات الحديثة مفيدة، ولكن لا أعتمد أكثر على المانيكنز، وأعتمد أكثر على الأساليب التي أستخدمها في الملعب بشكل طبيعي كما تعلمت، ولكن هذه النظارات هي مفيدة، ولكن لا، لا أعتقد أن هذه ليست أهم شيء في تدريب حراس المرمى في الأساليب الحديثة، ولكن إذا كان الحارس تدريبه على ردة الفعل بشكل قوي، وسرعة رد الفعل، هذا هو الأهم، ولكن أحياناً نحتاج إلى بعض التقنيات، ولكن الأهم هو ممارسة التمرين بشكل مستمر، وبشكل اعتيادي، في كرة القدم الحديثة، في رياضة الحديثة، هذا هو الأهم في وجهة نظري. طيب، خليني أسألك سؤال الأخير، ومرتبط أكثر بالكولار البرتغالية، ورايح أكثر لكس العالم اللي خلاص بيفصلنا عن بدايته أيام، يمكن القعدة يعني في كرة القادة معلمتنا، أنه ما فيش فريق بطل بدون حارس مرمى بطل، وشفنا أمثلة على ده، سواء مع عندي أو منتخبات كتير جدا، هل بتشوف أن حراسة المرمى في المتخب البرتغالي في أحسن مستوياته؟ أو هل حراسة المرمى أو مستوى حراس المرمى البرتغاليين، يقدر يساعد منتخب البرتغال على أن يروح لبعيد أو ينافس على لقب كاس العالم؟ أعتقد أن في هذه اللحظة لدينا حراس مرمى جيدين، فوزنا بأمم أوروبا في عام 2016، لدينا بطريسيو، هو في فورمة جيدة جدا، أعتقد أيضا أن كوستا لدينا ديوغو، لدينا بطريسيو، لدينا ديساء، لدينا حراس مرمى جيدين على مستوى جميع الأندية الأوروبا، يلعبون في فرنسا ويلعبون في إنجلترا، وأيضا لدينا حراس مرمى أولوبك ليون، لدينا حراس مرمى جيدين جدا، ولكن بالنسبة للسؤال، أعتقد أن إذا كان لديك فريقا رائعا كما قلت، وليس لديك حارسا رائعا بالطبع، أتفق معك، لن تستطيع أن تذهب بعيدا في البطولة، إذا كان لديك فريقا عاديا، ولديك حراس مرمى مميز، لا، ستذهب بعيدا بهذا، أعتقد أنه بالفعل، أتفق معك، لدينا حراس مرمى جيدين، يستطيع أن يساعد البرتغال على المنافسة، هم يعطون الثقة لللاعبين، ويعطون الثقة للمدير الفني، حينما يلعب حراس المرمى بفعالية، فيساعد باقي الفريق، والآن لدينا حراس مرمى مميزين، ولذلك نقدم أداءات جيدة بفضل حراس المرمى، لا نستطيع أن نقدم هذا، إذا لم يكن لدينا حراس مرمى جيد، في البرتغال، لدينا الآن ثلاثة حراس مميزين جدا، أحيانا لدينا حراس لا يرشحون للفريق المنتخب القومي، ولكن هذا بسبب جودة حراس مرمى منتخب البرتغال، أعتقد أن لدينا الآن أربع أو خمس حراس مرمى في البرتغال، مرشحون ليكونوا كذلك في منتخب البرتغال، أعتقد أن في فترة التحضير الماضية، كان لدينا الفرصة لنرى أن الأفضل هو باتريسيو، لحراس مرمى منتخب البرتغال، وبالطبع كوستا أيضا هو حارس مميز، وأدى أداءات جيدة في الفترة الماضية، أستطيع أن أقول أنه مرشح أيضا لقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم؟ طبعا أنتونيو فريرا، مدرب حراس مرمى، نادي ليل الفرنسي، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، كل التوفيق لفريق ليل، واحد من الفرق الحقيقة الكبيرة في فرنسا، والحقيقة على مستوى الكورة والفنيات، أثبت قاعدة مهمة جدا، أو حقق قاعدة مهمة جدا، أن الكورة ليس فلوس بس، كورة إدارة، كورة رؤية، كورة تخطيط، وقدر ينجح في أنه ينتزى علاقة بالدوري للفرنسي من نادي PSG، بالجالاكتيكوس، اللي بيضمه طبعا منتخب العالم كل النجوم دول، وكل التوفيق طبعا للكورة البرتغالية، ومنتخب برتغال في كسر عالم، شكرا جزيلا لك، قبل الفاصل كنت أتكلم مع فاروق، وسألتك سؤال فاكرو، نسينا، يعني خليني بس الحقيقة يمكن، وإحنا متكلم عن كورة فرنسية، أنت كان ليك مقارنة لطيفة جدا، برضو في نفس الفاصل ده، كنت بتقارن بين الوضع بين PSG، وبين سانتتيا، قبل دخول الاستثمار، وبعد دخول الاستثمار، وإحنا يمكن هنشوف كمان، ونستعرض أرقام PSG، الفوارق، الفوارق واضحة، ومش محتاجة أي تبرير أو أي توضيح، لأن باريس سان جرمان، هيمنته حالياً على الكرة الأوروبية، والكرة الفرنسية، ظهرت مؤخراً، أو من 2012، بداية الاستحواز القطري، كان قبلها باريس سان جرمان، معها اثنين دوري فرنسي، 86 و94، مقابل الزعيم نادي سانتتيا في فرنسا، كان مع عشر دوري، ومتربع على القمة بفريق كبير جداً عن أقرب الملاحقين، حالياً، سانتتيا في الدرجة التانية، هبوط سانتتيا، بسبب عدم الاستثمار في فريق كبير في فرنسا، لكن هو مش فريق العاصمة، الاستثمار القطري راح لباريس، فريق بطل، فريق بطل، لكن هو الاستثمار في عاصمة زي باريس، واحدة من أفضل العواصم، أكبر العواصم في أوروبا، كان مهم جداً بالنسبة للساندول الاستثمار القطري، وهو اللي حقق الإنجازات دي كلها شايفين، من اثنين دوري لعشرة دوري، وحالياً باريس سان جرمان متساوي مع سانتتيا على قمة اللاندير متوجهة بالألقاب الدوري في فرنسا، فواضح جداً، وطموح البياء الجين نهارده بقاش دوري فرنسي، دوري أبطال أوروبا، فكرة أنه فريق بقى بيدور على دوري أبطال أوروبا، وفريق بقى بيدور على أنه يرجع بس دوري الليجة، ده مش تغير في الخريطة يا روقة، ده انهيار للخريطة، ده مش بس الدوريات الكبرى، هو دلوقتي حالياً الاستثمار ما بقاش بس في الأندية الكبرى، هو حالياً المالك ممكن يستثمر في نادي في الدور الإنجليزي أو الدور الأسباني، ومعاه مجموعة أندية حوالين العالم، موجود حالياً أكتر من منظومة نكحة جداً على مستقل عالم منها منظومة منشستر سيتي، ومنظومة تريد بول سالس بورج موجود، لو سالس بورج الأورجين، لو الأرقام سالس بورج هو محقق 13 دوري بعد الاستثمار، وليه هو نادي في أمريكا بردو؟ في أمريكا وفي ألمانيا، لايبزيج وفي نادي في ألمانيا، ما أحمد قال لايبزيج فأنا أقوله لسه، بالضبط، ومنشستر سيتي ومجموعة صندوق الاستثمار الإماراتي، سبع ناديا، وحتى كان فيها ناديا في مصر، أنه ممكن استحوز على نادي بيرمز، وده فكرة موجودة لو تشجع الاستثمار في مصر، هيبقى فيها فكرة لو استحوز عليها الصندوق المالك لمنشستر سيتي، ونادي نيويورك، وأنديا كبيرة، فالاستثمار عموما، ليس غير بس الخريطة في أوروبا، لا، هو غير الخريطة في العالم كله، لأن هناك استثمارات في الدور البرازيلي، في استثمارات في الدور الأرجنتيني، صعدة وبقوة، ممكن تأثر على أنديا جماهيرية كبيرة في الدوريات، أنني محتاجين أيها لنشد استثمارات زادية، أو الدوري عندنا، أو الأمدية المصرية، ممكن تبقى محتاجين أيها لنشد استثمارات من النوع ده، بس خلينا نروح لخالد، أنه ممكن ده يتفهم على أساس أنه، النهاردة بقى النجاح، وتحقيق البطولات، والألقاب، والأرقام، بقى مرتبط بفكرة وجود استثمار، وده مش حقيقي، لأنه من وجهة نظر يعني، لأنه في تجارب كمان، الضخ فيها استثمارات، وما قدرتش تنجح بشكل كبير جد، باريس سان جرمان نفسه، نجح في الدور الفرنسي، بس ما نجح في الدور الفرنسي، في فرقة زي ليل، زي ما كان لسه رؤى بيقول، بنجح في الحصول على الدور الفرنسي، مرتين في عشر سنين من باريس سان جرمان، ليل نفسه بقى مطمع، لكل الأندية اللي موجودة، بالفجين والرؤية بتاعتهم، والتطوير، وكل الحاجات التي كنت بتقولها، فبدأ يبيع كتير، فبدأ يستثمر الفلوس دي، مش عن طريق ضخ ضخ ضخ، ولكن عن طريق فيجين، فبيبيع إيكوني، وبيبيع مايك موينان، وبيبيع ريناتو سانشاز، ببيع عدد من نجومه، وبيطلع غيرهم، وهكذا، الفلوس في الكورة، مش كل حاجة، تمام باريس سان جرمان، مع البلاكتيكوس ده كله، فشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه ما هيظل يفشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا، في السنة دي كمان، لحد أنا متهيق لي، بس، هو جزء منه، توقع، بس في حاجات كتير اتغيرت، مش قصة جلتية، يبدو أنه كمان الأسماء بقت، يعني، بقت، أكثر تواضعا، أكثر تواضعا، وأكثر رغبة في تحقيق شيء، يعني خد بالك، ميسي مش راح يلعبش عن الفلوس، ونيمار مش ممكن يفضل يلعب، وكل سنة بيخسر تشامبيونز ليج، وما يحققش اللقب، ومبابيه، خلاص، اتعشد بالنسبة له، تمام، يهمه أنه يحقق اللقب، يعني، ميسي معتقدش أنه هو هام، دلوقتي مع باريس سان جرمان، بالنسبة كبيرة، لأنه حتى في انترفيو شخصي معاه، وقالوا له مشاركتك، ولعبك، والدقائق، قالك، أنا مش شغلني خلص كل الكلام ده، بالعكس، أنا عايز أريح أكثر فترة ممكن، عشان أجاهز للعالم، هو مشغله خالص باريس سان جرمان، ومشغله خالص حتى دور الأبطال، ده توقع شخصي، مش معلوم أكده، مش شغله حتى دور الأبطال، هو أخذ دور الأبطال كتير مع برشلونة، وخذ بالون، دور كتير، الفكرة عنده، أنا عايز كس عالم، مبابيه، بقى نجمه فوق العادة، فما بقى الشغله، بقى لا برفومنس، ولا بتاعه، عايز الكاشات، الموني، هات للموني، يا باشا، أنا تمام، نيمار الأعتقد الوحيد، اللي ممكن، وده اللي قال عليه جالتيه، في تصريحاته، إنه نيمار هو رمانة الميزان بتاع الفرقة، بقى بيعمل أدوار دفاعية مميزة، بيعمل أدوار هجومية مميزة، فنيمار هو اللي ممكن اتفق معاك، ففكرة إنه، آه كده، طيب، فأكيدا برضو لنقطة إن الإدارة أهم من الاستثمار، أو هي بتكمل الاستثمار باريس سان جرمان، ورغم النجاحات المحلية، هو أقل ليوناردو، المدير الرياضي البرازيلي، عين مين مكانه، لويس كامبوس، ده مدير رياضي برتغالي، كان سبق ليه العمل مع موريني، وشغل دلوقتي مستشار في نادي باريس سان جرمان، لأنه هم كانوا غير راضيين عن عمل ليوناردو، رغم الإنفاق، ورغم إنه هم، زي ما بيقولوا، ووفروا له لبن العصفور، وأي لعبة، وعايزوا على مستوى العالم، نفس الكلام حالياً في أندية، زي تشيلسي ومانشستر المايتد، لما لقوا إن الاستثمار، موجود فلوس، بس مش موجود نجاحات رياضية، فيعملوا إيه؟ يجيبوا إدارة نكحة، أنا في حلقة، يعني هنحضرها إن شاء الله مع بعض، مرتبطة بالتايتل ده، تايتل المدير الرياضي، ده مهم جدا، أهم تايتل، طبعا، المهام، الأدوات، الجوب ديسكريبشن، أو التوصيف الوظيفي، الدور اللي بيقوم بي، والتجارب اللي نكحة، لأنه كمان حتى الجوزئية دي، واضح أن فيها احتراف، يعني بنشوف، لعيب زي ندفد في اليوفي، بنشوف ليوناردو برازيلي، ومن بعده بورتغالي، يعني بقت قصتها، يمكن على نفس الدرجة من الأهمية، زي بالضبط، فكرة المدير الفني، ولما نعمل الحلقة دي، لو عيدك، عجب لك، أنا كنت عامل مقابلة، مع واحد من أنجح، المدير الرياضيين في أوروبا، هو مونشي، مدير الرياضي النادي إيشبليا، ومعايا تفاصيل، هو بيشتغل إزاي في النادي، ويطلع اللعيبة، نعمل الحلقة، روح لتشامبيوزليج باعشان وقتنا، كان في حاجة مفاجئة بالنسبة لكم، خالد، مبارح، نتائج، نابولي، نابولي بقى ستة، على آيكس، في أرض آيكس، في أرد آيكس، كنت تقيلة أوي، هو نابولي شديد أوي السناجي، هل يعلم على بداية الإطلاق؟ هو نابولي، مميز جدا، ولا بتاع دور مجموعاته، شكرا، لا لا لا، حتى في دور إيطاليا، هم تصدر دور إيطاليا، الفكرة، لوتشانوس بلاتي، رهيب، مش طبيعي، ثلاثي خط الوسط، أنجواسا، لوبوتكا، زلناسكي، وسمين ما بلعبش، مبارح، خالي شوفنا مبارح، مبارح، ورغم كدة، ستة في أمستردام، امبارح بلعب، يا جماعة الستات، ما لها كترة كده، تدبتاعتنا أحنا بس، كدة، صحاتة من الشوف، قائزين ما بلعب بلعب بل راسبادوري، مهاجم وهمي، جنب خافيتشا، ولوزانو، خافيتشا، نجم بلا مناسب، يعني نجم نابولي الأول، الموسم الحالي، من الشخص، بعد السنة دي، مش قاعد، لا لا، في سنابول كثير ولا حتى يعني ممكن يمشي في يناير حتى انت سلام قصدي خافيتشا مش طبيعي كفرتسخيليا على تأكيدا على النقطة بتاعت اوزيمين راسبادوري بيلعب مهاجم وهمي كم التحركات راسبادوري مبارح التقييم بتاعه 9.3 اولا الاول ما شوف لعيب شاب 9.3 اه ولعيب حتى مش من الطب تالنت اللي موجودة في العالم مش لعيب شاب زي بلينجهام زي امبابي لا هو لعيب شاب عادي راسبادوري يعني بيطلع عادي راسبادوري بينزل جيوفاني سيميوني بيدخل هدف يسجل هدف لا نابولي مش طبيعي نابولي اللي كويس ولا ايكس لنهار لا نابولي اللي كويس بس حاب يعمل فازلاكا تكتيكية كده كنا منشوف اخطاء كثيرة في بناء اللعب والتحضير لكن لو نتكلم عن مفاجهات في كلاب بروك بيكسب اتلتكو مادريد اه بيكسب بس ده متصدر ده تسعة نقطة تسعة نقطة تسعة نقطة تسعة نقطة ملندية القليلة في البطولة اللي قدر يحقق التسعة العلامة الكاملة مع باير ميونيخ اعتقد وريال مادريد النهاردة لو كسب هيحقق العلامة الكاملة طب ما تيجي نشوف الترتيب كده عامل ازاي لانه في حاجات كتير جدا نتلخبط يعني نشوف مع بعض الترتيب كده المجموعات بعد جولة انبارح وقبل جولة النهاردة طبعا نابولي تسعة نابولي ليفر بول اكس وغلاسكو رينجلز نابولي في الصدارة ترتيب منطقي خلاص ترتيب منطقي بس ليفر بول باك انتراك زي ما بيقول بزبط يعني اوضاعه بالفوز مبارح على رينجلز اتنين وده ده لين الدور الانجليزي حاليا صعب جدا لان نتاج ليفر بول في اوروبا جيدة ونتاجه في الدور الانجليزي فيها تزبز وواضح صحيح مجموعة قوية جدا صحيح مجموعة التانية عندنا بروب في الصدارة ده اللي انتوا كنتوا لاتنين مستبعدين ودايسين عليه وقلتوا ده انفاجأة كبيرة في البطولة لا واللي وراه مين بقى يا جماعة ليفر كوزين بورتو أتلتكو مدريد كلهم بوعات مجموعة تلات نقطة مجموعة فيها ليفر كوزين بورتو أتلتكو مدريد هنرشح كلاب بروب بورتو بطل تلات مباريات بورتو بطل أتلتكو مدريد بالضبط وكان وصل فاينال وليفر كوزين برضو محتاج نقطة من ثلاث مباريات كلاب بروب وصل النهائي برضو فانت بتكلم انه خلاص كلاب بروب وتخلقوا انتوا مع بعض المجموعة دي هي أكتر مجموعة مفاجأة مين هيوصل مع بروب ولا بروب ممكن يطلع لا اوه محتاج نقطة من ثلاث ماتشات ممكن يتغيب التلات صعب جدا سيزن القابل اللي فات أتغلب أول ثلاث ماتشات ناقصت له ماتش تعادل ويطلع بره كسب تلاته هو متغالك لاب روج لعب ماتشين بره أرضه وماتش واحد في أرضه يعني بعد كده فضله ماتشين في أرضه أو مش عارب بس صعب يعني كده ياخده نروح للمجموعة الثلاثة لكن بروب أقرب انه يتأهل ومع الثلاثة واحد من الثلاثة التانية عندنا بعد كده المجموعة الثلاثة باير ميونخ باير ميونخ 9 انتر 6 برشونة 3 وفيتوريا بيلزن طبعا خلاص باي باي برشونة 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 برحة ظلم بالمناسبة مش شايفة ظلم شايفة الانتر البر ما ظلمش في الهدف بتاع بيدري بتاع الهدف لا مش الهدف بيدري نقول لمسة اليد لمسة اليد على دومفرس واللي كانت ممكن تبقى ببينالتي صراحة لمسة اليد واضحة على دومفرس جات في ايد دومفرس بس هو اعتبرها مش مقصود دي بنالتي واضح وحتى تشوف اتكلم انه هو دي واضحة لأي حاجة لا لا فاخر المباراة دومفرس يعني في جديدات ميونخ الظلم ولا ما تظلمش لا ما قدرش اقول الظلم لان الانتر برضو كان هيتحسب له ضرب الجزاء اوف سايد بس الوف سايد بقى اللي هو التكنولوجي بقى اللي على شعر اللي هو الشعر سابق شعر لو ترمرتنس كان هايش شوية هايش فهو تحسب الوف سايد فاليها برضو لا بس هي اوف سايد يا روح اوف سايد يعني قانون اوف سايد لكن في الدور الجزء دلوقتي حالات ما بتحسبش اوف سايد فعلا نروح لمجموعة الرابعة عندنا طبعا مارسيليا كسب اخر سبورتنج لشبونة وصعب وعقد لا بس المجموعة دي لسه بدري عليها لسه بدري عليها انا قلت لخالد الاسبوع اللي فات ان مارسيليا راجع في سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة 6 مركز اول وليعب تنبلح جيم كبير وكسب تربعة سانشيز يعني ملاقي نفسه فاكر سانشيز لما كان راح سامل برسا وراحل ارسنل فتواحق كده فرقة كويسة وجاية في دور الابطال بعد قلت سانباولي نشوف نتكلم على مطشط النهاردة شوية ونشوف انتم مستنين ايه وتتفرجوا طيب دع اذن انا حاجر لنا لو سبحتنا وشانا يا الله انت عندك شلتس النهاردة يا معالي ميلان بطل 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 ايطاليا حتى لو الغيابات كتير حبتين تلات اربعة بس برضو يعني هيقدر يقدم ند يكون ند احنا طبعا المطشين اللي هم مش جماهرين اوي ومش قويين اوي يتلاعبوا بدري شوية سالسبرج في مواجهة دينيوز اغرب ولايبزيك في مواجهة سالتك بعد كده بقى ضرب النار بالليل اولها كده بسم الله الرحمن الرحيم سالسي في مواجهة المطشاط لما دي يمكن يكون اقوى كلاش النهاردة في المطشاط عندنا بعد كده ريال مدريد في مواجهة شاختار مواجهة بقت النهاردة في حفلة مازينجر بيسخن من الوقت يعني او مازينجر كابتن ماجد زي ما بيسموه ناس بيا بعد كده او اجبيلية في مواجهة بروس دورتموند مباراة ممكن فيها كرة حلوة اليوفي في مواجهة بطل الكائن المحتل وبانفكة البرتغالي في مواجهة باريس سان جيرمان اعتقد برضو مباراة يعني فيها بانفكة باريس لا يعني اعتقد ان المتشاط اللي ممكن تبقى حلوة انت بتكلم اشبيلية دورتموند ده مطش يبقى لطيف جدا اه مواجهة ليوفي خمة المتع وخمة الوطع وخمة الوطع وخمة راجعة تشلسي والميلان نهاردة هتغمض عينيك ولا انا طبعا هتفرج على تشلسي والميلان بس انا هتفرج بأعصاب برده جدا انا انا عارف ان احنا هنخسر بس في خمس غيابات مؤثرين جدا حتى لو ما كانوا الكواليتي بتاحهم عالي اللي هم تحديدا سالي مايك ريس وجونيور مسياس الوينج رايت الاثنين وينج رايت في الميلان بس بقوموا بأدوار دفعية مهمة في غياب دافيدي كالابرياء اللي هو الباك رايت فانتجابها اليمين عندك وغياب عايزين جون يا جماعة وغياب فيو هيرناندز فيو هيرناندز مشكلة غيابه انها برضو بتعطل الجبهة الشمال في وجوده هو ورفقيل اللي هو جبهة الشمال بتاعة اسم لان انا اعتقد توقعي الشخصي او اعتقادي الشخصي انها اقوى جبهة موجودة في اوروبا حاليا فيو هيرناندز ورفقيل لما حد فيهم بينقص الجبهة كلها بتعطل عشان الانسجام بيبقاش موجود مع اللي هيحل بديلا عنه الناحية التانية اه مفيش استقرار الفني لان بوتر لسه منضم حديثا ولكن فيه غبرات كبيرة للعيبين بسيخد بالك اي جهاز فني جديد جاي في فترة بعد تراجع مستوى تراجع بحلوة البدايات طبعا بيبقى عايزي يقول انا هو انا جيت فيه تغيير فيه فرق واللعيبة بالنسبة للجهاز الفني عايزة تقول للجهاز الفني احنا فينا على رجلنا وموجودين عشان كده بقول التوقع الشخصي هاسمع فاروق طبعا هو اكيد عنده رأي مختلف بس انا توقع الشخص ان المباراة محسومة لتشال شخصي صعب صعب نقول محسومة لان ميلا برضو فريق عنده خبرات وخصوصا نهارف يهي يوم اللي نقول عليه انه لسه المشروع لسه شغال يعني من نسبة جماعة الميلان يعني 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 قصورة من أساطير الكرة نحن كنا نتكلم قبل الهوى عن تغيير خارطة الكرة عموما من الدور الإنجليزي قلب الموازين وهو برقم واحد على الدور الإطالي اللي كان في بداية على الدور الإنجليزي لحقيقي وما كانش بتزعف في الوطن العربي وما كانش حد عايز فرج على الكرة فيه بدأ الاندية تدخل والاستثمار في نادي تشيلسي تحديدا كان واحد من الاستثمارات المهمة مع وجود ليفربول ومنشستر يونايتد وارسنال بقى فيه متابعة كبيرة للدور الإنجليزي بداية من عام 2005 تحديدا بصها فاروق يعني 2004 نتكلم بتاع أرسنال واندصار الدور الإيطالي فالتحول ده حصل بسبب الاستثمار بسبب النجاح في الماركت بص يعني بنتاج المرجوع منها النسدي قررت في يوم الأيام أن النسخة من الدور الإنجليزي سنضع عليها X نحن نريد نسخة تانية رقية تبقى هي الأفضل على مستوى العيام تبقى قبلة النجوم الأولى وتبقى الصورة فيها ويبقى المدرجات فيها وتبقى الملعب فيها على أعلى كوالاتي ممكنة ونجحوا أنهم يتخطوا كل الدوريات التي تسبقهم الإيطالي في يوم الأيام كان نمر واحد على مستوى العالم ما أحدش يختلف على الأسباني الألماني الفرنسي وقدروا يعملوا هذا فالقصة ليس فقط ثلوس لكن كان فيه رؤية وفيه قرار نريد أن نتكلم أوف إير أو قبل الحلقة أنا وفاروق على نفس القصة هو اللي ترحها صراحة برضو فكرة انتقال الاهتمام من الدور الإيطالي للدور الإنجليزي وقلنا أنهم ماركتيرز هايلين هما بيعرفوا يماركتر البرودوكت بتاعهم بشطة الطرق عشان كده دائما الفلوس الأفضل عامدهم الإعلانات في الملعب بتتباع بالريجين طبعا يعني أول ناس قدوا الأندية يعني ناس اللي في الميدل إيست غير ناس اللي في الفار إيست غير ناس في لاتن أمريكا كل واحد بيشوف الأعلام بتاعهم وإنجلترا لسبب نجاح أنه هما أول ناس قدوا الأندية مفتاح القرار لأن النادي في الأول وفي الآخر هو اللي بيعمل المسابقة وهو اللي بيحقق النجاح فهم مدوهم من مفتاح القرار حطوا ربطة أندية بداية من الدور الإنجليزي وقالوا العشرين فرقة اللي هتبقى موجودة في الدور هي اللي هتبقى موجودة في الربطة وهي اللي هتخد كل القرارات الاتحاد خرج إيده تماما والنجاح حاليا الفريق الأخير في الدور الإنجليزي بياخد ضعف الفريق اللي بياخد المركز الأول في إيطاليا الفريق الأخير في الدور الإنجليزي اللي بيهبط مباراة الهبوء مباراة تحديد المتأهل من الدرجة الثانية للبريمير إيطالي لا دي جيدة دي بالنسبالي أه حاليا لا ده الأرقام دي لو عايز نجيبها ده احنا نجيبها بس انت خلي بالا الفريق الهابط من الفريمير ليج للشامبينشيب بياخد مكافة أعلى من بطل دور الإيطالي تتعرف الفريق اللي بيتأهل أو مباراة أغلى مباراة موجودة على كوكب الأرض يعني مباراة البلاي أوف المباراة النهائية في التحديد المتأهل من الدرجة للشامبينشيب للبريمير ليج بياخد 200 مليون جنيس تريني في خلال موسم واحد أيوة عشان يعمل مركات ويخش 200 مليون جنيس تريني نادي نوتنجام فورست وحنا نكلف بطولة شامبي يزدج أفريقيا 200 ألف دولار 200 ألف دولار 200 ألف دولار 200 ألف دولار يطلع من دوري لدرجة الأولى عندنا هنا نادي نوتنجام فورست اللي تأهل حديثا للدور الجنس عامل 19 صفقة صرف صرف فوق 150 مليون جنيس تريني وصفقات جديدة هو نادي صاعد حديثا للدور أرقام رهيبة تعقبا سريعة على كلام أنا الرقم معرف لسه أنت لسه بحاول أستوعب هي فكرة البروباجندا أنا بعمل فانتازي حوالين العالم كله بعمل بث تلفزيوني حوالين العالم كله عندي حقوق برعاية في كل بقاع العالم فأنا عايز أحافظ على الكواليتي بتاع الدوري بالضبط كده لن أحافظ على البرند وعشان أحافظ على البرند لازم أحافظ على قوة الدوري والاستمرارية في الإثارة والمتعة لما نوتنجام فورست يصعد من الشامبينشب للبريمير ليج في وسط الحتان اللي موجودة ومش عرف يجيب صفقات لأنه أكيد مش عرف يجريهم هيعمل إيه هيقدم مطشات سيئة وهيهبط مرة تانية فده هيقلل من قيمة البرند لا إحنا نديله فلوس كتير عشان يعرف يعمل صفقات كتير ويناطح كبار عشان لما ليستر سيدي يطلع من الشامبينشيب أول سنة يفوز بالدوري الإنجليزي الزبط كتير الزبطي هو مفتاح القرار آخر حاجة لما حبه في الدوري الإنجليزي العالم كله مش بالخمس تغيرات الأندية رفضت بسبب أن الأندية المتوسطة والضعيفة ما عندهاش دكة بودلاء تنافس الأندية القوية أو لما يحتاجوا التلات تغيرات أو الخمس تغيرات الأندية القوية هتستفيد أكتر لأن بودلاءها أفضل فصوتوا أن يبقى فيه ثلاث تغيرات بس وما يبقاش فيه خمس تغيرات ويتنفذ موضوع التلات تغيرات ليلة الأندية هي صحبت القرار ما تيجي نعمل برضو موضوع أنه اللعيب يطلع ويخرج زي البسكت والفام والحلبول التطوير أنا جدفت التطوير جدفت وراف التطوير يا زيديي بس أنت منفذ التطوير وأنا هتقور لك روح لما تشامبيونز ديج مرة تانية أكيد أكيد تشيلسي وميلان وأنا ما أتفقش مع خالد خالص هو يمكن لما أنت بتشجع فرقة بتشوف حظوظها أهل شوية لكن أنا شايف أن ميلان لو لعبت على المرتدات خصوصا أن تشيلسي مدرب كويس بس هو لسه جديد على لعيبة لسه اللعيبة ما استشفتش برضو بس أغلب تشيلسوية متفقلين قوي بجان بوتر يعني كلهم رهنين قوي بتاعته فصيل قوي بتاعته فصيل يحتاجه وقت عشان اللعيبة تفهم أفكاره فده حاليا تشيلسي ضد كريستال بالس ما كانش أفضل حاجة كسب في الديئة الأخيرة بسبب هدف كان متأخر أعتقد 1-0 كان متأخر 1-0 بعد كده في الديئة الأخيرة كسب جالجر وقبليها تعادل في دور الأبطال فهو هيحتاجه وقت مع بوتر فحاليا ميلان ممكن يستغل الفترة طب أنا عندي سؤال بما أنك متابع بوتر كويس الفترة اللي فاتت من توقف دولي بوتر الفترة اللي فاتت توقف دولي وقبلها وفاة الملكة إليزابيس فالدولي الإنجليزي توقف بغير كل البطولات الفترة دي ما تسمحش البوتر التفاصيل اللي أنت بتتكلم عليها ما تسمحش البوتر أنه هو يديها للعيبة بص أنا دائما مقتنع أن المدرب عشان يحط بصمته ومحتاج فترة إعداد لأن فترة الإعداد هي اللي بتكون بس في وسط الموسم فهو صعب يعمل فترة إعداد لأن اللعيبة مش موجودة اللعيبة مع المنتخبات بتاعتها فهو الفترة دي ما نقدرش نقول أن بوتر كان معهم بشكل يومي في التدريبات أنه هو يديهم أفكار جديدة أو يطبع اللعيبة على أسلوبه فهو محتاج فترة إعداد لكن واحد زجران بوتر والدوري الإنجليزي ما ننساش أنه ما فيش فترة توقف شتوية فمش يبقى فيه فترة أنه هو فهي يحتاج بقى التدريبات اليومية ما لك مش بس اللي بيسأل اللي بيجعب على أسئلة مش أنا اللي سألها بردو بيدفع وبعدين الكفاية كده خمس سلاف خمسة كيه كده احنا واضح أن الكلام على السؤال تاني واضح أن الكلام على السسمار بدأ يشجع يعني لازم نشغل الدنيا ملقي يا جماعة يعني فيش حاجة ببناش في الزمن اللي احنا يسوي فيه طيب خلينا أسألكو حاجة تانية هل ما قد في بطولة لغاية النهار يعني أنا الحقيقة كنت متوقع أن نسخة دي يبقى فيها منافسة وفيها مستويات أقوى من كده كنت متوقع أنه السنة دي البرسا وهم عاد شابي بشكله الريال منافس تقليدي بايب ميونيخ بي أش جي من سيتي ليفر بول طبعا فيه صدمات حصلت في الدوريات يعني فيه فرق كتير جدا حصلها كبوات ما كانتش متوقعة في الدوري الإنجليزي تشلسي يترنح الليفر يترنح المان مش لقي نفسه اليونايتد مش الستي مش لقي نفسه فهل شايفين أنه فيه منافسة أو فيه أندية كشرت عن أنيابها أعلنت عن رغبتها أو قدرتها على تحيي اللقب ولا نستنى لما ندخل على المرحلة الإقصائية خالي أنا شايف لا نستنى لأنه ما فيه فرقة ظهرت بالشكل المبهر اللي تقدر تقول وانت مغمد عينك لفرقة دي هتاخد شامبينز ليج فيما عادة هالند مش الستيتي فيما عادة هالند لا لا ما تسلمش ما تسلمش بص وجود هالند طبعا وتقلقه الرهيب من بداية الموسم ما حدش يقدر يختلف عليه لكن ما تنكرش كمان أنه هالند لا أهم أبوى جدا يعني فيل فودن وغريلتش ودي بروينا وبرناردو سيلفا وحتى الاحتياطيني اللي هم جابوه كالفين فيليبس مكانجي كان فيه حصائية لسه شايفة قبل الهواء كنت تقول أن 34% نسبة لتوقعت أن منشيستر سيتي هو اللي ياخد دور الأبطال سنة 4% قوي جدا هو فارق تقريبا عن 15% في النسبة عن عرب فريلي اللي هو كان باريس سانجر ما هو ده الوحيد اللي تقدر تقول أنه إلى حد ما بس برضو ما لسه عايز فيه قوضة فيه كده أنا أقولك فيه سحر أفريقي أنا أعرفه لا أقولك فيه سحر أفريقي أنا أعرفه سحر لبيب جوارديول عشان أنا تريه وأتكلمه في القصة دي أنا معرفش بقت مقتنع باللعنات كده في الفترة الأخيرة ففيه سحر أفريقي قال أنه هو قدم لعنة لبيب جوارديول أنه هو ما يتوقش بدور الأبطال عشرة سنين عدت وما توقش فيمكن أنت مقتنع باللعنات والمؤامرات وإحنا بحاجة كتير مقتنع أنه دوي 2012 نظريت المؤامر نظريت المؤامر بس مش يقول لبيب جوارديول أقتنع لبيب جوارديول أنا 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 لو يعني لو لو السيتي ما حقاش لقب الشامبيونز لجي السندي أنا هيبع عندي مشكلة كبيرة جدا مع البطول لأنه كان الأقدر والأحق بتحقيقها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها قدام تشيلسي والسنة اللي خرج فيها ولكن هيبع عندك مشكلة جيرة معايا بس أنا أعتقد أنه السندي لا ما حدش هيقدر يقف قدام السيتي ولا أيام بيننا هايبع عندك مشكلة كبيرة معايا لأنه نفسي لا السيتي ولا باريس سان جرمان أبدا طول حياتهم وما حتشافوا صادهم ليه هل أنت مش هروح كاس العالم هيجي النص التاني من الموسم دع في الأرقام وهو بس محددك أزاسك وشرفتونا شكرا سهلا بسامت أجد بيكم جدا كل يوم أربع خالد عامر وفروع صام شرفتوا الدنيا ونورتوها في السادسة وعلى كل خير نقابلكم إن شاء الله الإسبوع اللي جاي وبعد ما نتابع جولة النهاردة طبعا وبشكر حضراتكم مع المتابعة وعلى كل خير إن شاء الله بإذن الله حلقتنا اللي جاي هتكون قبل 24 ساعة من انطلاقة مشوار الأهلي الأفريقي تغطية هتكون خاصة جدا فيها التفاصيل كتير جدا عن مواجهة الأهلي والاتحاد المونستيري في دولة 32 من دولة الأبطال كل التحية لكل الأهلوية تابعونا النهاردة ونتقابل على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من السادسة